لنهارده ان شاء الله جماعة عندنا اول حصة ريفيجن بازن الله هنجيب المنهج من الاول تاني خد بالك هنجيب المنهج من الاول ايه تاني بمعنى ان انت النهارده ان شاء الله هتعمل ريفيجن على اول كونسبت اللي هو كان سري بوينت وان لو تتذكر معانك يا جماعة كونسبت جماعة سري بوينت وان اللي احنا اخدنا فيه اللي سفيرز ويتش ازا ايرس البلانت يا ريتان اخدنا جماعة لو تفتكروا في الكنسبت ده ان الشي اللي قدامنا ده اللي هو عبارة عن كان بيبقى بي كمية كبيرة من موجودة عليه او حواليه بس في البداية حطينا لكلمة الايرس قلنا الايرس ده عبارة عن كومبلكس جماعة سيستم اللي بتحتوي على اللي هي اشياء حية كائنات حية واشياء غير حية طب كائنات حية يا مستر زي ايه زي الهيومن زي الانيمال زي الميكرو ارجن واشياء غير حية زي ايه زي الروكس زي الاير زي الووتر اللي طبعا عبارة عن الحاجات الحية او الغير حية قلنا اللي موجودة على كوكب الارض لو تتذكر معانا فكرة الاسفيرز قلنا ان احنا عندنا كم اسفير حد افكروا جماعة فور عندنا اربعة اسفير اول اسفير اللي هو كان بعنوان الاتموسفير او الغلاف الجوي ده عبارة عن ميكتشر اوف جازز وش سروند الارس اللي فيه اكسجين كاربون دايكسايد نايترجين ووتر ايه فيبر عند ازر ايه جازز حد فاكر الاتموسفير ده سموه ااتموسفير ليه كلمة اتمو دي قريبة من كلمة فيبر اللي هو البخار عشان كده كان بيبان على شكل اهو فيبر بخار حوالين كوكب الارض صح صح معانا البايوسفير البايوسفير ده عبارة عن الاسفير which contains living and non a living يعني كائنات حية واشياء غير هل الكلام ده صح طبعا لا انا بتكلم هنا بقى بايوسفير اللي هو الغلاف الحيوي اللي هو which contains living organisms only يعني كائنات حية بس طب كائنات حية زي هي مستر ممكن اقول انيمال ممكن اقول بلانت ممكن اقول مايكرو ايه اللي هو عبارة عن living here organisms سواء طبعا بلانت او انيمال او ازر micro organisms الجيوسفير الجيوسفير يا شباب اللي احنا قلنا جماعة لو تفتكروا ده بيتكون من الروكس اللي هي الصخور طب الصخور يا مستر انواحها ايه فيه روك عادية خالص صخور عادية خالص وفيه مولتين روكس اللي هي عبارة عن الصخور الممصاهرة زي ايه يا مستر اللي بتلعها بتبقى طلعها من الولكانيك ارابشن الوال انفجاري اللي هي جماعة البركاني حاجة صعبة لحد دلوقتي يبقى انا تاني تاني نهاياتا عندنا الهايدروسفير يعني هي هيدروسفير ولف ايه جماعة مائي اللي هو ويتش كونتين الفريش ووتر والسولت ووتر الهايدروسفير ده عبارة عن تجمع المياه اللي موجودة فوق سطح كوكب الارض يبقى اهو ارجع تاني كده براح عندنا اربعة سفير يلا يا شباب من يفكرني اول واحد اسمه اتموسفير يعني غلاف ايه جوي التاني جايوسفير اللي هو الغلاف الصخري وفيه بايسفير اللي هو الغلاف الحيوي وفيه هايدروسفير اللي هو الغلاف المائي حاجة صعبة جماعة لحد دلوقتي الانتر رياكشن قلنا الانتر رياكشن ده اللي جات لنا فيه افكار كتير خالص يعني مثلا قبل ما نبدأ نتكلم عن الانتر رياكشن بتاع اي سفيرز لو جيت قلتلك هيومان درينك ووتر مين شطر يرفع دي يقول لي كده الانتر رياكشن ده ما بين ايه وما بين ايه نورين ها بايسفير وهايدروسفير تمام طب لو جيت قلتلك يا جماعة بلانت اكستيند اتسا روت انسايد سايل يعني نبات بيمد الجزور بتاعته في السايل رميساء بايو جايو بايو جايو تمام لو جيت قلتلك هيومان ريس بايرز اي اير انسان بيتنفس الهوى حبيبة اتمو وبايو اتمو وبايو لو جيت قلتلك يا جماعة الووتر اوف زا ريفر او اوف زا سي هت زا روكس اوف زا بيتش ميت البحر ويبتغبط في السخور مارتني هايدروسفير و جايو سفير لو جيت قلت لحضرتك يا جماعة فش انسايد زا ووتر حمزة هايدرو بايو هايدرو بايو يبقى مدام احنا وصلنا المعلومة خلاص ان ممكن الانتر راكشن يا خشاب يحصل ما بين اكتر من سفير ما بين هايدرو وبايو بايو وايه واتمو اتمو و جايو يبقى طول ما انت ماشي تبقى مركز ما انا ممكن اقول لك الويند ويتش افكت زا ماونتن ويند رياح بتغبط في جبل ريتال الاتمو و الجايو يبقى خلاص وصلنا جماعة يبقى انت بتفك شفرت بس الحاجة اللي قدامك يعني مثلا انت لو جيت قلت لك مثلا الشكل اللي قدامك ده اللي هو الهيومن درينك ووتر يبقى ده عبارة عن ايه و ايه بايو و ايه وهايدرو لو جيت قلت لحضرتك الووتر هت زا روكس هتبقى هايدرو و ايه و جايو ركز معنا بقى جماعة طبعا احنا قلنا نيت طبعا الووتر لانها شكل اساسي طبعا زي مين سواء الانيمل سواء البلانت سواء الهيومن كل الكائنات دي جماعة بتبقى محتاجة لايه الميا قلنا يا شباب ده انتر اكشن انتر اكشن ما بين ما ايه وبين ايه قلنا ما بين الهايدرو وبين البايو طيب المنظر اللي قدامي ده اللي هو الاريجين اوف روك بايدا ووتر اه ده حيبقى بيه ايه شيو وهايدرو صح صح معانا قلنا عندنا خطوات لو تفتكرهم اخدناها في جينيور فور بالتحديق ويدرينج يعني ايه ويدرينج ان انت بتكسر الروك لسبون روكس عن طريق لو ووتر يبقى هايدرو لو ويند تبقى اتمو بعد كده ايروجين يعني ايروجين نقل ان جماعة المية بتنقل السلت او الروكس الصغيرة عشان تعمل لك الدلتة اللي احنا اخدناها الترمدة يبقى ده برضو عبارة عن ووتر مع جيو ترانسبورتيشن اللي هو النقل خلاص سيديمينتيشن او ديبوزيشن اللي انا باجي في خطوة اخيرة وبعمل ترسيب للروكس ده هيت ركز كده اكتيبيتي نومبر سري الامبورتنس اوف ووتر توزالايت قلنا الووتر جماعة موجودة على الارس باشكال كتير خالص زي سي اوشان ريفر ليك قلنا الاشكال المختلفة دي ممكن اقسمها او هي السبب الاول ان شكل الارس بلانت لونه ايه بلو شكل البلو كالر جماعة ده لو جاء لك جيف ريزون للارس بلانت عنده بلو كالر هتقول بيكوز ات هاز مور زين سيفنتي برسنت ايه ووتر اللي احنا قسمناهم ناينتي سيبن سولت وثري فرش صح صح معانا تعالى كده نفتكر من الترمي الاولاني لما حول الووتر تو صولد ستيت حد يفتر يفتكر البروزس دي اسمع ايه اعزين حد محلش ماك تفضلي فريزينج ها تو جاز يو ستيت هتبقى افابوريشن قلنا مهما حصل لو تفتكر من الترمي الاولاني التوتل اف اماونت اف دا ووتر از كونستان نسبة المية زي ما هي لا بتزيد ولا بتايه مستر دا المية عندنا في الترع او في البحر بتزيد وبتقل ايوة بس في النهاية كمية المية اللي على الارض زي ما ايه ما هي لا بتزيد ولا تتحول شوية الووتر فيبر ترجع لك تاني عن شكل رين وهكذا اللي احنا قلنا عليها الووتر سايكل لو تفتكر معنا الامبورتنس اوف ووتر تولايف قلنا بنحتاجها في الدرينكين سواء انيمال هيومن بلانت بنحتاجها في الاجريكالشر تعتبر شيلتر حد في التاكر جماعة شيلتر يعني ايه مقوى مقوى او مسكن لبعض الكائنات ان فيه كائنات جماعة بتبقى موجودة او سكنة في المية تقريبا فوق خمسين في المية من الكائنات عايش فين في المية صح صح معنا قلنا اليوززو فوتر اللي كانت موجودة معنا في الكونسبس الاخير في يوريت ايه في الترمن اولاني حضرتك بريبيرينج فوت بتحتاجها فيه ان انت بتغسل الاكل بتغلي فيها مثلا البيض بتغلي فيها الاكل مثلا عشان ايه تعمله باثينج اللي هو الايه تيكينج شاور كلينينج تنظيف الحاجات ريكرييشن اللي هو ان انت تدلع نفسك بالبلدي كده اللي هو النقل من مكان لمكان مانيفاكتشر الصناعة كان ده تقريبا لسن وان حدش يتأخر تاني معد اذنكم ايوة ايوة سيفينتي وان ده اللي هو الووتر لكن بيعيش فيها فوق الخمسين في المية نسبة المية اه سيفينتي وان وتوينتي ناين انا قلت مور زين سيفينتي صباح الفل اللي سفيرز تاني تعاني نفتكر ليه اللون بلوجة معه عشان بسبب الهايدرو ايه سفير صح صح معانا تعاني نفتكر كده مع بعض حاجات كانت موجودة معانا التيرمي الاولاني لان لو تفتكر انت كنت بتاخد الحاجات دي تقريبا طول التيرمي الاولاني عدناها وزدناها مئة مرة طيب براحة كده الاوشان والسي هما الاتنين نوعهم صولت حد فاكر اكبر حجم منهم مين الاوشان ولا السي الاوشان الليكس الليكس بيبقى فيها فريش وفيها صولت حد فاكر الاغلب مين الفريش ووتر هي لاغلب الريفر شرحناه بالتفصيل ان انا ببدأ من النقطة العالية جدا اللي اسمها upstream to downstream وبيبقى النوع هنا جماعة ايه حد فاكر فريش ولا صولت فريش الا شرحناه خلاص الاستيري اللي جات لك برضه من الترمي الاولاني اللي هي عبارة عن مكان التقاء التقاء مين مع مين فريش باع صولت قال له يعني موجودة فين موجودة في اخر فرع رشيد وفي اخر فرع دومياط اللي هو برزخ ما بين الاثنين ما بين المية العزبة والمية اللي ايه جماعة الملحة يبقى انا عندي ادي السولت مثلا وادي الفريش دي صورة جوية لنهر النيل صح صح معانا الرانوف اللي هي بتيجي من اين من الرينز او بتيجي من الدزولفين جلاسيارز حد فاكر جلاسيارز دي يعني ايه جماعة اللي هي قولنا قطع التالج اللي ايه الضخمة اللي لما بتدوب بتبقى عبارة عن الفريش ووتر نقفل الماييكات يا جماعة لو سمحتم في الاونلاين الجراوند ووتر اللي هي الووتر اللي موجودة يا جماعة في الكراكس والبورز الشقوق والفتحات يا ريت نكتب الكلمتين دولة عندنا بعد ازنان between the rocks of earth's crust التعريف تاني للجراوند ووتر اكتبه عندك ونرجع تاني بعد ما نكتب نكمل كده طيب سألنا سؤال الووتر رينيوبول ولا ننت لو تفتكر جماعة عندنا الووتر ايه رينيوبول ليه رينيوبول تعالى كده نفتكر لان الووتر هوين بعد كده على شكل ايه رين زين الى اخره يعني هل الووتر جماعة هتخلص استحالة هتفضل مستمرة طول الوقت اللي هو حضرتك شكل الووتر بعد كده تنزل تتجمع ترجع تاني وهكذا عمرها ما هتخلص طب هل هل البيلانت رينيوبول اه البيلانت رينيوبول تعالى فكر حضرتها ادي طبعا الكلام عن الووتر شرحناه البيلانت اه البيلانت رينيوبول الشخص ده اللي بيحصل انت بتزرع تزرع السيد بعد كده السيد تطلع على شكل بلانت البيلانت تتكون فيها خلود فلاور الفلاور تكون جواها سيد السيد ترجع تعملها تاني بلانت وهكذا ترجع من اول وجديد اكتيبيتي نمبر ما معنى كلمة جبتلك ورقة صورة اصدق قصدي وقلتلك الانفايرومنت ده عبارة عن ايه قلتلي اه يا مستر ده في السفيرز الاربعة يعني مثلا مين يرفع يديو يقول لي انا شايف كذا يا مستر في الصورة ده السفيري الفلاني حاول جنا في جيو سفير اللي هي عبارة عن سويل ورق انيمال ايه ده جيو نبص كده خلود في بايو سفير اللي هو الهيومان والانيمال والباتر فلاي وكده والتري البلانت اللي هييدرو سفير اللي هو الليك تمام اللي هي الووتر فاضل ايه فاضل واحد محمد محمد اتمو سفيري اللي هو مين الهير والويند اللي هو الهوى اللي حوالينا وساعتها جماعة جزقنا الكلام ده كله في الجدول للقصد حضرتك ده وكتبناه اللي سنن اللي بعده ولا لسه الارس سيستم تاني السينتستس سموا جماعة كل سفير على شكل سفيريكل على شكل حاجة معينة يعني مثلا اللي هايدرو سفير وطبعا شبه الكورة الجزفير ده عبارة عن سيستم فيه الروك وبيتكون من اربع طبقات تعالى كينا نفتكرهم مع بعض كراست منتل اوتر كور انر كور طيب وبيتكون جوه من ايه من كمية كبيرة من الروك روك منرال ومولتن ماتيريال وصويل واللاند فورم اللي هي الجبال والهضاب والكلام ده طيب الهايدرو سفير هايدرو قلنا يعني كلمة ووتر اللي هي الفيبر ووتر قصدي اللي هو عبارة عن غلاف مائي اللي هو طبعا بيتكون من حاجتين بيعيد لك تاني نفس الكلام اللي هم ايه و ايه فريش ووتر وصويلت ايه فريش ووتر زي الريفر وصويلت ووتر يا جماعة زي السي والاوشن الجلاسير اللي احنا قلنا اتسال او ايه او ايس ما تنساش الكيريوسفير اللي هو عبارة عن ايه السفير اللي بيتكون من الايس هل ده بيغطي الارض كلها هل احنا عندنا هنا في ضمنهور تلك طبعا لا لكن لو اخدتك عن التوبول نورسا او ساوس هايبقى فيه تلك ولا ما فيش هايبقى فيه تلك صح صح معانا الاتموسفير اللي هو فيه كل الجازز اللي هو عبارة عن الفيبر ايه حبيبة فيه ايه قول طيب حاضر ما فيش مشكلة في وقت فاضي في النص اكتبية تعال جماعة براحة المين كومبونة انت جماعة لو تفتكر كان عندنا اكسجين نايتروجين وكاربون دايكسايد ايه جاز صح صح معانا البيوز فيه شرحناه بالتفصيل خلاص الانتر اكشن بقى ها صخرة بتتكسر يبقى ايه مع ايه ووتروي هايدروي جايو نبات بيعيش بينموه يبقى بايو جايو لا هنا نبات بياخد كاربون دايكسايد جاز ويطلع اكسجين وقت الفوتوسينس يبقى ايه مع ايه اتمو وبايو لكن لما اجا اقول لك نبات بيفرد الايه الروت بتاعه في الصيل يبقى جايو وايه وبايو الخواص بتاعت الهايدروسفير والبيوسفير قلنا جماعة ان احنا بيبقى عندنا حاجة اسمها فيوم او منطقة حيوية يعني ايه منطقة حيوية ان في كل الارض جماعة ممكن اقسمها المناطق يعني مثلا هل احنا ينفع ان اتحط احنا والصين في نفس المنطقة يا جماعة طبعا لا ما ينفعش لكن احنا مع ليبيا مع تونس مع المغرب اللي هي منطقة شمال ايه افريقيا فينا نفس المناخ فينا نفس البلاند فينا نفس القانون فاهمين يا جماعة يعني لو رحت هناك تلاقي نفس الكائنات عندهم حمار وعندنا حمار عندهم حصان وعندنا حصان ما بها الزرش لكن لو رحت الصين مثلا مثلا عندهم حمار ايوة بس في كائنات هناك مش موجودة عندك عندهم البندة هل انت عندك بندة يبقى دي منطقة مختلفة بيوم مختلفة يبقى البيوم الوحدة لازم يبقى فيها جماعة نفس الحاجات فاهمين يا شباب طبعا عندنا الأجزامبلز بس تكون في نفس المكان شرحنا هنا ان الووتر 71 وي الاند 29 وقسمنا الووتر 97 سولت و 3% وتكلمنا عن الفرق بين الاتنين فين الاجزامبل وبيوسفير البلانت لما يشرب الهيومن لما يشرب الانمال لما تشرب الووتر لما تبقى الهابيتات للفش وشرحنا الكلام ده لسن فور معرفش ده اللسن الأخير تقريبا قبل الأخير هما 5 لسن تعال جماعة نشوف لسن فور لسن فور اللي ما زلنا فيه مع البيو والهايدرو اللي اتكلمنا فيه أنا ممكن أعمل كلاسفكيشن لهايدرو أو بايو من يحل معنا جماعة حد يرفع دي كده شبابه يحل معنا فضل لي أنه ما يساء بيرد ميكس طب صار يا واحدة يا جماعة أفطر بس عشان فصائق شباب يلا نحل نكمل أنت إيتا بي سو بريد قطيشة بايو سفير رانينج ووتر انا ريفر ميما قالش فضلية لامار هايدرو سفير سنيك عالية بايو سفير ركز كجماعة هيعيد تاني يا شباب في البارت ده أو الليسون ده أنواع اللي هما كانوا نوعين يا إما فريش يا إما سولت تاني بقى السولت ووتر أكبر حاجة في السولت ووتر هي مين الأوشن من أول عندنا عندنا حوالين الايه السولت ووتر يا جماعة في منطقة ممكن تبقى شالو أو ديب من شاطر يفكرني اسمها شالو أو ديب اللي هي بتزيد وبتقل حد فاكر اسمها ايه فضلي قولوا اللي يا جماعة طبعا الانتر تادي الزول اللي احنا قلنا في بعض الأحيان تزيد المية خالص والروج تختفي في بعض الأحيان المية ترجع خالص فالروج تبدأ تظهر طبعا أخدنا لو تفتكر ليه الديب سولت ووتر ما بتظهرش فيها أو ما بتعيش فيها الكائنات اللي ما بيوصل لهاش لايت سولت ووتر ليك زي ليك أسل اللي موجودة في جبوتي حد فاكر اسم اللي موجودة في مصر ها البردويل البردويل تمام ليك البردويل تمام طب الفريش ليك عندنا ناصر اللي هي ناصر ليك اللي فيها مية جماعة فريش اللي هي طبعا موجودة في بداية نهر النيل ورا السد الايه العالي اللي هو الهايدان قلنا جماعة لو تفتكر عندنا حاجات زي البونز اللي بيبقى فيها كمية كبيرة من الكائنات اللي لازم يحصل فيها ادابتيشن الفريش ووتر ليك ان ايجبت زي ناصر طبعا في كتير بس مش علينا الفلوينج ووتر اللي هو الستريم ووصول المية الستري شرحناه قبل كده اللي هي التقاء مين مع مين السولت ووتر مع الفريش ووتر لسوم فايف بيعيد لك تاني الاكواتيك ايكو سيستم اللي هو الايه السولت والفريش بس ساعدها شرحنا بعض الاماكن بالتفصيل زي البونز بونز يعني مستنقع اللي هو بيعيش فيه طبعا يا جماعة ده بيبقى فريش ووتر المية فيه ستيل سابتة بتعيش فيه جماعة بعض الكائنات زي نبات ليلي وبعض الكائنات زي الموسكيتو بتحط فيه البيت بتاعها الفروج والسلاماندر بيعيشوا في المكان ده وعندنا الليتش والوورم يلا بينا صح صح بقى الا ستريم الاستريم المية اللي فيه برضه فريش لكن بتبقى متحركة فلو اللي بتعيش فيها مع بعض الاسماك زي كات وطروت وكراي حد يعرف كات فش يعني سمكة القطة تمام طروت سمكة طروت بالعرب حتى الكراي فش ايوا الاوشان والسي بيبقى سولت موف بيتحرك الكائنات اللي فيه زي الكليب اللي هي الشعاب المرجانية ودولفن وستار ومين وموزز اللي هو مين الفلاواندر فش تقريبا احنا كده خلصنا فضلنا النوت ده هيت اللي هي الاوشان والسي بيبقى فيها كائنات او حاجات اصغر كلام كله قديم بس لازم نبقى عارفين كلمة الاوشان ايه current استأذنك حتى لو لسه ما اخدتش الملزمة بص معايا بعد اذنك على البورد عندنا جماعة اول concept اللي هو concept 3.1 هزاكر ايه عندنا definitions اللي هي طبعا الاربعة بتوعنا وينضف عليهم الويدرينج والإرويجن دون من جونيور فور البيوم اللي هي المنطقة اللي بتبقى شبه بعض في البلانت والإيه animal والكلايمت الجيف ريزون زي ما قلت الجونيور فور اعمل ايه امسك جماعة نوت صغيرة ادري اجابة الجيف ريزون ارى الجيف ريزون اللي بلون الاحمر ده بعنايا وحل بعد ما حل ابص ابص على الاجابة لقيت الاجابة زي اجابتي حتى لو قريبة في الترتيب يعني اعدي السؤال يبدأ ما انا فهمه طب الاجابة مختلفة اعلم على السؤال ولازم ايه احفظه كذلك في الوات هابن عندك طبعا مين بوينت في الاخر اللي حيبقى فيها كلام عام على اهمية المية وبعض الايه الاجزاء اللي احنا اخدناها في الشرح بالتفصيل بص كده بعد شوية اجزام ان كونسبت سري بوينت وان اللي يقدر اللي يقدر يحل معنا دلوقت مع حضرتك معنا على البورد اهو لو سمحت ادم بيومي تفضلي ادم ووتر مين في دولة افارت اوف دا ووتر هايدروسفير ووتر تمام شكرا يلا شباب براحة كده تفضلي ام حمد ايمن الاكاشيا تري هاز لون جروت زاد جرو داون وورد سروز صولد رق تسرش من من في دولة مش موجود في القطع دي الايه الاتموسفير مش موجود في الهايدرو سفير اللي يه الميا الگراون دووتر في الجيوسفير اللي يه مين الروكس او الصويل في البيوسفير اللي هو مين جماعة ال 3 انس تفضلي انس the number of earth's layer that form the geosphere 6 4 4 تعالوا نفتكرهم مع بعضك يا جماعة اللي هم مين الكراست منتل اوتر كور يلا جماعة ناينتي سيبن اف ايرسز ووتر از للي سولت احنا منحل اسئلة على كام كونسيبت كام سري بوينت وم بس يلا شباب ووتر can affect non-leaving things like rook هل يعرف رتال برافو because it can causes withering اللي يبنقصين breaking of rocks true or false رميسي water is important for growing the living organisms true true the systems that include rock and the heavy metal is called the hydrosphere شريف false اما لسموه يا شريف جيوسفير لزام 50% of earth's surface is covered with water مارتني false جاسر انتقال مش بنكز خالص 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 جاي الريفجان مش بنكز خالص some bones and the lake may dry up in winter months نورين false of summer some animal living stream في بعض الكائنات بتعيش في الاستريم براع عسكر زي الكاتفش والسف true true فد الكائن كمان cry fish cry fish write scientific term لوال question 3 معانا والليل ناس يلا جماعة a type of pollution that occur as a result of throwing wastes in the river حبيبة water pollution the largest salt water ecosystem that covers the large area عزين والد فضل يا وائد رول أكبر salt water ocean a water body that is surrounded by land lilly lake the process in which the small particles of rock are transported from place to another judy erosion what happen if we compare the rainforest with the desert bume فرنا بمنهم ها حيطلع similar ولا different different in ايه تلات حاجات climate animal plant يبقى حنقوله we they will be different حيبقوا مختلفين مختلفين في ايه جماعة in climate plant animal جماعة الشاطرين اعمل ايه مستر حضرتك حتبدأ بقى جماعة تذاكر اهنو concept الى بعده يبقى تذاكر اول concept وتذاكر الى بعده حتلاقي عليه ايه حبيب طب حاضر حتلاقيهم يا جماعة بعدي فيه امتحان اهو امتحان امتحان على concept اهو concept 3.2 ده هومورك ده هتحضره وفي الاخر خالص هتلاقي امتحانات امتحانات طبعا التجربية الاول فين اهو امتحان التجربية بتاعت الوزارة اهي هنحل مودل exam وان ومودل exam 2 حاجة صعبة يا شباب النهاردة حصة صغيرة عشان concept صغير حضر امتحاناتك وواجبك لو سمحت عشان حصة اللي جاية مودل مودل امتحاناتك